أمثال قيلت ما زالت لتلحف السننا حللا تحكي حدثا تروي أمرا تضرب مثلا تبني مثلا فمثال يمثل في حدث وجمال قد أطلق جملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أهلا بكم في برنامجكم الرمضاني أمثال قالوا قديما كل إناء بما فيه ينضح وتعد هذه المقولة مقولة قديمة وحقيقة عقلية صحيحة فآنية الماء لا تنضح إلا بالماء وآنية اللبن لا تنضح إلا باللبن ومن قال إن إناء ماء نضح لبنا فليراجع عقله وإناء الإنسان قلبه فهذه القلوب استودعات الإنسان بها الإيمان وتقوى الله ورجاؤه وحسن الظن به قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهذا المثل من الأقوال المأثورة المشهورة وقد أدخله الكثير من الشعراء في أشعارهم ويقال إن أول من نظمه شعرا هو أبو الفوارس سعد بن محمد التميمي الملقب بشهاب الدين والمعروف بحيص بيص وسمي بحيص بيص لأنه رأى الناس يوما في حركة مزعجة وأمر شديد فقال ما للناس في حيص بيص فبقي عليه هذا اللقب ونسب له هذا المثل لأنه صاغ هذا المثل في شطر بيت في أبيات نظمها فقال ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتموا قتل الأسار وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفحوا فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا فالإنسان كالإناء إذا امتلأ بالغيرة وتصيد السلبيات فلا يمكن إلا أن يفيض بها مهما حاولنا أن نحول دون ذلك والفاضل لا يصدر منه إلا الفضل والثمرة لا تبعد عن الشجرة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من لم يكن عنصره طيبا لم يخرج الطيب من فيه كل امرئ يشبهه فعله وينضح الكوز بما فيه فأعلم عزيز المشاهد بأن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه هذا اللسان بريد الفؤادي يدل الرجال على عقله السلام عليكم أمثال كطلائع نخل ما زالت توتينا أكلا إن رحلوا من قالوا مثلا فسيبقى حيا ما رحلا فسيبقى حيا ما رحلا